أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانمة ضرورة أن لا تكون ردة الفعل تجاه القرار الأمراكي بشأن القدس مؤقتا دعيا إلى استمرار التحرك الرافض للقرار لمنع اتخاذ مزيد من تلك القرارات مستقبلا وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال القمة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي الذي عقدت أعماله في العاصمة المغربية الرباط نعم هذا وقد دعا البيان الختمي إلى الرفض المطلق لقرار الولايات المتحدة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والمساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس القمة الطارئة لمجالس الشورى والبرلمانات العربية والتي تميزت بمشاركة وفد كويتي رافيع المستوى لمجلس الأمة برئاسة مرزوق علي الغانم دعت في بيانها الختمي للرفض المطلق لأي مساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس وستنكرت القرار الأمريكي القادي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل الوفد الكويتي قدم ورقة عمل لتكون ورقة عملية تتبعها جراءات واقعية نستطيع من خلالها التحرك في المتديات الدولية كالاتحاد البرلماني الدولي وتم أيضا الاتفاق في الاجتماع المغلق على آليات معينة لتحقيق أهداف وفق اللوائح والنظم الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي المجتمعون في طريق هذه القمة الطريقة أعلن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كراعية للسلام وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين تفغ الجميع على أن يخرج البيان بمواقف تعبر عن ضمائر الشعوب العربية التي نمثلها كبرلمانيون وأيضا نشكر مواقف القادة في القمة الإسلامية يوم أمس في تركيا هذا وكان وفد مجلس الأمة برئاسة مرزوق علي الغانم قد اجرى سلسلة من المباحثات مع الوفود البرلمانية المشاركة في هذه القمة مباحثات ساهمت في بلورة موقف عربي موحد تجاه تطورات الخطرة بفلسطين مشاركة مهمة وفعالة إذن لوفد مجلس الأمة الكويت ضمن أعمال القمة الطريقة لمجالس الشرع والبرلمانات العربية والتي تعكس الحرص الكبير لدولة الكويت من أجل دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين كريمة الخرقوني تلفزيون دولة الكويت الرباط